جدام حضراتكم عبارة بتقول عنتر ستة عبلة عنتر قال لي عبلة انا حتصل بك بكر بس انت لما تيجي تبلغني العبارة دي لانت عنتر ولا انت عبلة عشان تقول مش هيحصل ومال حتقولها ازاي دي حضرتك حتتقال كالتالي عنتر told عبلة that he اه هو يقول عن نفسه i انا اقول عليه انا المرة دي انا اللي بحول الكلام مش هو انا هقول هو he هو will call ازاي ما بيتحول لماضي would call you هنا ده من مخاطب عايد على العبلة يبقى نقول احنا ايه ان هو حيتصل بيها you be heard tomorrow ازاي would ومعها tomorrow ده تحولت الماضي تبقى the next day او the following day او the day after ليها كزا حاجة ايه اللي حصل لما حولنا احنا بنتكلم النهاردة عن statement يعني العبارة الخبرية مش السؤال مش الامر مش الطلب اللي حصل ان the introductory verb الفعل التقديمي حصل فيه تغيير بدل said to told اللي حصل ان فيه رابط ما بين introductory sentence العبارة التقديمية والعبارة اللي قيلت بالفعل حصل فيه رابط لو ازاي الضمير ايه تحول ليه will call يبقى كزا حاجة اتغيرت حضرتك حنمسك حاجة introductory verb يعني ايه الفعل التقديمي يعني الفعل اللي انت بتقدم بيه لكلام مش هتقول الكلام على طول انت هتقول فلان قالة فلان اكدة فلان اجابة فلان ردة فلان وعدة فلان هددة دي كلها اسماء افعال تقديمية بتقدم بيها لكلام انا لما طلع الكلام المباشر من بق ياولي انا عيان ياولاد مضطرة الغي الحصة حضرتك لما تيجي تبلغ دل زميلك مش هتقول انا عيان ياولاد انا مضطر الغي الحصة لا طبعا لازم تقدم بعبارة تقول لأستاذ قال لنا مبارح انه هو عيان ومضطر يلغي الحصة يبقى لازم فعل تقديمي الفعل لا فعل التقديمية لا فعل التقديمية الاشهر هي يقول ويخبر خلي بالك يقول ويخبر مش بمعنى واحد لاتنين سي يقول وتل يخبر بس ممكن انفورم بمعنى تل برضو انفورم يخبر يعلم ممكن انصر يجيب اجابة مش لازم اقول قالها اقول اجابة ريبلاي طيب لو العبارة وعد حد بيقعد حد حشتري لك هدية افضل فعل تقديمي ليه هتقول فلان وعدة بلاش فلان قالة في حاجة ليقة وحاجة مش ليقة خلي بالك لو وعد يبقى افضل طيب لو تهديد يبقى ثريتن فعل تقديمي اجمل ثريتن يهدد طيب يا مستر لو اقتراح يبقى تقول لي فلان اقترحة ليه تقول لي فلان قالة سجست لو عرض افر لو اعتراف ادمت لو انكار ديناي وهكذا فيه افعال تقديمية كتير حضرات زي ما بتستخدم بالعرب تقول الله فلان رد علي وقال لي فلان اجابني تقول فلان اعلمني فلان وعدني فلان هددني زي ما انت بتعمل في العرب يبقى ما تركز ليش على سي وتل رغم ان هما الاشهر وهم اللي هنستخدمهم كتير في كلامنا بس فيه افعال تقديمية غيرهم كتير طيب بعد كده حضرتك بنربط بزد بس زد دي اختيارية زي ما يلزم لنا ممكن نربط بيها وممكن لا يعني لو قلت عنتر طول دا عبلا زات هي وود كول هير زي نيكس داي صح؟ وعنتر طول دا عبلا هي وود كول هير زي نيكس داي من غير زات برضو صح تمام حضراتي يبقى زات ليس لها بديل للربط في الجملة الخبرية يا موجودة يا مش موجودة لكن ملهاش بدائل ملهاش بدائل تحطها ماشي تشيلها برضو ماشي حلو الكلام مش ايه مش وحش طيب هير بيس مي ذات زا فود وز باد كومبليند اشتكى منشند ذكرا سيد قال انفورمد اعلاما ويتش وان اس كريكت طيب ركز معي هي انفورمد طبعا الناس اللي قالت دي تكسب ليه تعال نشوف سيد ليه غلط الناس اللي قالت سيد فيه كده عندك مشكلة وعايزين عليك ايه اللي حصل في دماغك خلاك اخترت سيد ان انت مش حافظ بدقة وده من اول السنة وانا اقول لك عشان خطري نحول الاتتتود بتاعنا شوية نغير تصرفاتنا شوية نركز في معنى الكلمة وحنا بنحفظها وكمان نحفظ بتاعها هي صفة ولا اسم ولا ظرف ولا ايه بالزبط ركز انت حافظ تل يقول وسي يقول لا طبعا لا طبعا ما كده هتغلط طبيعي ما كده هتغلط سي يقول تل يخبر سي يقول طيب الناس اللي قالت سي ترجمتها هي سيد مي يعني ايه هي سيد مي ترجمها صح ما ترجمش بمزاجة ما دوليش هو قال لي ازعل منك اللي دي فينها جبتها منين اللي دي انت المفروض هي سيد تو مي فين تو هي سيد مي تترجم ايه هو قالني تنفع حاجة في الدنيا اسمها هو قالني لا ما فيش حاجة اسمه هو قالني هو قال لي بس فين اللي دي التو فين ما فيش مش موجودة يبسي يا فندم ما ينفعش ييجي وراه على طول مفعول عاقل استحالة اقول اي سيد احمد يعني ايه انا قلت احمد لا انا قلت لحمد فين اللحمد دي مش موجودة طيب الناس بتوع بي منشند ودول قليلين يعني منشند يعني ذكراء ما ينفعش اقول هو زكراني ايه زكراني دي لا هو زكر لي فين اللي برضو ما فيش مش موجود كده اكيد بتاع كومبلين الرجل الشاطر فهم كومبلين غلط ليه صح كومبلين يشكو انت بصيت على معنى الجملة نفسها الاكل سيء دي شكوى ده بيشتكي يبين عليه طب بصيت على مي يعني هي كومبلين دي مي جات معك صح كده مما دي معناها هو اشتكاني مش اشتكى لي كده لو انا قلت هي كومبلين دي مي يبقى كده هو اشتكا مي مش اشتكى لي لان لو اشتكى لي هي كومبلين دي مي فينة تو يا شاطر ما فيش يبقى نركز في موضوع الانتراتري فييربس الافعال التقديمية اللي بتاخد مفعول او ما بتاخدش مفعول ينفع ورايه ايه اللي ممكن يعني انا مش هحفظ طبعا كتير ده دول كتير حيوبه مجهود علي خلي التزوق افضل التزوق كومبلين يشكو طب انا اقول هي كومبلين دي مي كده هو اشتكاني مش اشتكى لي تمام ثم حتى لو هو اشتكى مني لازم تاخد حرف جر برضو هي كومبلين دي باوت مي لازم حرف جر فخلي بالك من الحتة دي انفورم هي الوحيدة اللي تنفع هو اعلمني مش اعلم لي لا هو اعلمني اخبرني يعني ولو تل موجودة او تولد كانت تمشي برضو هي تولد مي هو اخبرني لكن سيد لا منشند لا كومبلين دي طيب العبارة اللي بعد كده هادرات هي سباس هر فادر هاد بين سيد ولا تولد ولا بروميست ولا اس كده واحذر من الخدعة ركز واحذر المصرعة الاولى ده حضرات بربو عليك ده ازا ما كانش غشش من المجموعة اللي فاتت يعني بربو عليك تمام الخدعة هنا فين الخدعة في ان انا عايزك تاخد تولد طبعا استحالها تاخد بروميست ولا اسكد يعني اسكد يوبى سؤال وبروميست يوبى وعد ده لا وعد ولا سؤال هي الحيرة ما بين سيد ولا تولد عارف الخدعة فين ان احنا حذفنا ذات ما قلتلك يا جوز ان تحذف حذفنا ذات هي المفروض هي سيد ذات هير فادر او شي سيد ذات هير فادر هاد بينقل هي قارت ان ابوها عيان فحذفنا ذات عشان حضرتك تطلخبط وتفتكرها انها قالت الكلام ده لابوها مش عن ابوها فتقول she told her father طبعا حضرتك لو she told her father فين الجملة بقى اللي قالتها لابوها فين العبارة اللي قالتها لابوها مين اللي هات بينقل انت بواسط الدنيا كده لا الهير فادر هو الفاعل بتاع العبارة ربسها النبوها هي قالت النبوها كان مش قالت لابوها يوبى الشي سيد وزات تحذفت عشان تلخبط حضرتك فخلي بالك من الحتة دي طيب موضوع مهم اخر التحية والتهنئة والتمنيات لما تكون العبارة تهنئة او تحية او تمنيات يعني ايه تحية حضرتك اه تهنئة زي مثلا اه بهنيك بعيد ملادك زي مثلا مبروك زي مثلا عم سعيد التحية زي جود مورنين زي جود افتنون جود ايفنين اه هلو هاي التحيات دي التمنيات زي جود لك حظ طيب اتمنى لك حظ طيب مالها افترض ان عادل سد جود لك دي العبارة اللي قالها لي عادل بيقول لي رايح فين بقول لي والله عندي مطش كورة مهم وكده ونهائي الدورة الرمضانية بيقول لي دم جود لك حظ طيب بتقول لي هو عادل بيقول لك ايه كنت شايفه اه واقف معك من شوية كده بقول لك والله يا عادل said good luck to me ماينفعش حضرتك تقول لي عادل told me good luck واللي ينفع العربي يحكم ما بيننا في القاعدة دي ينفع تقول عادل اخبرني حظ طيب انا بقول لك خلي العربي يساعدك في القاعدة دي بالتحديد ما فيش حاجة اسمها هو اخبارني حظ طيب انت كده ما بتفكر فيش حاجة اسمها he told me good luck لا عادل said good luck to me يبقى التحية والتهنئة والتمنيات تتعمل بهذا الشكل طيب كمال said good morning فبتقول لي هو كمال كانواقف معك بيقول لك ايه ولك والله كمال said good morning to me كمال قال صباح الخير لي مش كمال told me good morning كمال اخبرني صباح الخير انت في ايه يا ابني اوزن كلامك اوزن كلامك يبقى التهنئة والتحية والتمنيات تتعمل بالطريقة دي فلان said والتحية ولا التهنئة ولا التمني وفي الاخر to me او to اي حد طيب معلومة كمان he told me that he would come او he would come he told me يعني العبارة التقديمية تنفع في الاول وتنفع في الاخر عادي جدا احنا قلنا ان فيه تغيير دماير المفروض مشرحوش حضرات المفروض ما تكلمش في تغيير الدماير لانه طبيعي ومنطقي وزي اللغة بتاعتنا بالزلط واحد بيقول لك واحد انا عيان النهاردة ما تعملش حسابي في الاكل انا مش جاي فبلقول لك فين يا عم سيد بدو الله سيد قال ان هو عيان النهاردة ومنعملش حسابه في الاكل طب لو نفس الكلام قالته عيدة بدو الله عيدة قالت ان هي تعبانة النهاردة ومنعملش حسابها في الاكل بس ادي تغيير الدماير حضرتRadK مش هتعرف تعمل تغيير الضماير إلا وانت حافظ الجدول اللي قدام حضرتك ده جدول الضماير اسأل نفسك دلوقت كده وانت قاعد قدامي انا حافظه ولا لا حافظه? لو انت حافظه يبقى الدنيا سهلة معاك خالص لو انت مش حافظه ولسه بتلخبط زي العائلة الصغيرة بين مي وماي بين هز وهم بين قص وقور يبقى الدنيا هتكون صعبة الى حين ان انت تحفظ الجدول عندنا دمائر فاعل وعندنا دمائر مفعول وعندنا صفات ملكية وعندنا دمائر ملكية وعندنا دمائر منعكس لازم يكون حافظ كل واحد بتاع ايه وبيتعمل ازاي وجاي منين الضمير اي والضمائر بتاعته بنسميه ضمير الفرست person الشخص الاول الضمير يول هو معناه انت مفرد يعني بنسميه ضمير second person الشخص الثاني الضمير هي والضمير شي بنسميه third person الشخص الثالث الضمير it third thing الشيء الثالث الضمير we نحنو ضمير first person زي i بس جمع first person ضمير الشخص الاول بس جمع الضمير you اللي هو معناه انتم الجمع second person زي الضمير you انت بس جمع انتم الضمير زي هم هو الجمع من he و she و it فهو ضمير third person جمع ضمير third person بس جمع plural كل ضمير فاعلي ضمير مفعول يعني i مثلا ضمير مفعول من me ضمير من كيه mine الضمير منعكس myself you you yours yourself he him his his himself she her hers herself it it its في بعض المصادر الصورة دي طبعا جاي من مصدر في بعض المصادر بتقول ليها زي المصدر اللي انا جايب منه الصورة ده وفي مصادر كتير محترمة بتقول لها ملهاش فحتلجاها كتير في جداول لو دورت على مواقع او في كتب هتلجا الخانة دي blank بيضة مفيهاش حاجة ده يمكن الاصح ده الاصح ان ما يكون ما نستخدم لهاش ضمير ملكية لان ما لهاش اي قيمة وما لهاش اي فايدة اساسا هتستخدمها ازاي لغير العقل وطبعا الضمير منعكس itself we مفعولها us صفة ملكيتها our ضمير ملكيتها ours ضميرها المنعكس ourselves you and tom اللي يجمع you your yours يعني زي you بتاعت المفرد بس الاخيرة مختلفة بدل yourself yourselves انفسكم they them their theirs themselves انفسهم انفسهم طيب كيف تحول الضماير اولا الضماير اللي بتتغير حضراته ضمير المتكلم واللي جاي منه ضمير المخاطب واللي جاي منه ضمير المتكلم للجمع وضمير المخاطب للجمع باقي ما باقي ما بيتغيرش يعني هي واخوتها لو جنف المباشر ما تلمسهمش لو شي واخوتها جنف المباشر في الغير مباشر تسيبهم زي ما هم وكذلك ات واخوتها وكذلك زي واخوتها لكن I me my mine myself you you your yours yourself we us our ourselves you you your yours yourselves لازم يتغيروا دور مش لازم لأ بس ممكن يتغيروا هولا حضرتك ازاي سي مثلا انه عندي العبارة دي العبارة دي بتقول سبيس انا سايب مكان المتحدس فاضي عشان هنغيروا كل شوي احنا سبيس سيد I can do my homework myself سين الشخص اللي جال للعبارة دي مثلا خالد مين يا حضرات يحول العبارة دي لغير مباشر بعد اللي احنا قلنا دا خالد سيد اه excellent اسراء بروب عليك شوفوا كده اسراء جالي تيه حضرات اسراء بتقولي انا حضير I و my his و myself طبيعي انا خالد قال لي العبارة دي فلما اقول لحضرتك انا كده هتكلم عن خالد اقول خالد قال لي والله انه هو يقدر يعمل وجبه بنفسه طبيعي جدا طيب خلناها بدل خالد زينب زينب سيد العبارة دي جالتها زينب مش خالد بروب يا بولا الله ينور طبيعي بولا بيقول لنا طالما المتحدث بنت او سيد فنقول زينب قالت لنا ان هي تقدر تعمل وجبها بنفسها بروب طب لا خالد ولا زينب I سيد يبقى العبارة هتكون ازاي مين شاطر بقول لك انا قلت سي ان انا بعمل في الوجب فجاني حد يلا سعدك في الوجب بتقول لي انا قدر اعمل وجب بنفسي فمش الحد ده بعد شوية نفس الحد جاني تاني يا عم ما سعدك يا عم فانا قلت له مش انا قلتلك اه قلتلك يبقى بروب عليك ما فيش تغيير في الضماير بالزبط لان نفس الشخص هو اللي بيغير كلامه ليه غير I يعني غيرها ليه هو بيقول لك انا قلت ان انا اقدر اعمل وجب بنفسي روح يعمل من هنا بروب طيب فنفترض ان انا بدأت بيو سد انت قلت عايز افكر حد بكلامه تعال نشوف كده السيناريو ده مع بعض انا روح تساعد عادل في الوجب بتاعه فجال لي لا انا اقدر اعمل وجب بنفسي بعد شوية اللي جيته جايني بيقول لي ما تيجي تساعدني في الوجب مش انت قلت يا ابن الناس مش انت قلت برافو عليك برافو عليك هلا ينوع هي دي التغييرات بتاعة I وضميرها حضرت يا اما لو المتحدث مذكر حتتحول لهي واخوتها المتحدث مؤنس يبقى هتحول لشي واخوتها المتحدث برا الاقواس I يبقى هلس ضماير I تثبت بيو لأ كده اصبح المتحدث مخاطب فهتتغير لحاجة تاني بمعنى على الجدول دا اللي جدامنا حضرت الضمير I هيتغير لهي لو علي اللي قال الكلام ده او سيد او محمود او حد مذكر وبالتالي مي تتغير لهم لو وجدت ماي هز ماين هز مايسل همسل طب لو المتحدث مؤنس مونة شدية يبقى I هتحول ليه لشي ومي هر وماي هر وماين هر ومايسل هر ضب لو المتحدث برا I انا اللي قلت الكلام ده يبقى I تثبت وضميرها تثبت ضب يو يبقى I تحول يو مي يو ماي يور ماين يور مايسل ويورسل بس الشاطر اللي يجاوب معايا في الاول خالص مش محتاجي كلام ده مش محتاجي الاسهم اللي انا عملتها دي ليه لانه هو خلاص زي العربي يا عم واحد دولة انه يقدر يعمل وجبه بنفسي يبقى سيد قال انه هو يقدر يعمل وجبه بنفسه شكرا هو وجبه نفسه خلاص محفوظة مونة قالت ان هي تقدر تعمل وجبها بنفسها مش محتاجي الاسهم دي ولا الكلام ده خالص اللي هو فاهم يعني ايه انجلش طيب الضمير يو هو ضمير مخاطب بيتغير حسب المخاطب مش حسب المتكلم مالهوش علاقة بالمتكلم هنا ماذر سيد تو سبيس انا سايب المخاطب فاضي you have to do your homework yourself طيب خليها ماذر سيد تو مثلا عادل ام عادل قالت لعادل انت لازم تعمل وجبك بنفسك هتغير you دي ويور دي ويرسل بي دي لإيه اولا ستة و احنا ورنا هتحاول لتولد ثانيا مفيش تغيير دمير ولا اسماء برا الاقواص خالص برا الاقواص انت دي لعبارة انشاءك انت انت بتقول والله بتقول لي مين قال لي مين فما تغير ليش عادل اللي هم مسلا او ميت احاولها الحاجة تانية لأ برا الاقواص مفيش تغيير هتقول لي ماذر طول دي عادل زات اه زات ايه تمام شفتوا شادي جاليا حضارات المخاطب هنا ولد يبقى طبيعي انا اتكلم عنه امه لما تخدمه تقول له يو انت يا عادل انا بقى باتكلم عنه فاقول هي همسل جميل طيب خلناها ماذر طول زينب زات مين شاطر نفس العبارة براو يبقى طالما المخاطب بنت او ست يبقى اقول شي وهير هومورك وهير سل طيب مين شاطر لو انا بدأت العبارة دي بماذر طول مي ذات امي قالتلي براو عليك الله ينور طبيعي لان المخاطب اصبح متكلم هو اللي بينقول عبارة يعني والدته قالت له عبارة دي فبنقول له ايه يا عم والدتك شغالة تهزيئ فيك في اي يا عم بقول الله هي ما هزقتنيش ولا حاجة هي قالتلي ان انا لازم اعمل وجبه بنفسي يعني فده شي طبيعي جدا براو عليكم ماذر طول اص ذات امنا قالت لنا براو عليك يبقى امنا قالت لنا ان احنا لازم نعمل وجبنا بنفسنا تمام بدأت بماذر told the boys مثلا ذات ام الولاد قالت للولاد طبعا شكرا للجميع حضرات اللي شاركوا ناس محترمة جدا وناس شطرة جدا ده تغيير الضماير طب تعالوا نخش على تحدي صغير كده مش تحدي كبير ولا حاجة لا اواصغن سبيس ستو سبيس انا خبيت كده لايه المتحدث والمخاطب I can lend you my mobile if you lend me your camera جملة محشية فيش كوز شمار كده جملة محشية ضماير خليها علي ستو مونة يلا كده افكر شوية فكر وتدبر وبعدين قولنا ده الكلام ده من علي المونة قال لي على فكرة مونة انا ممكن اسلفك موبايلي لو انت سلفتيني كاميرتك طب انت سمعت الكلام ده وجاي تبلغه تقول ايه تمام شادي بصوا عمل ايه حضرات قال لك والله المتحدث علي والمخاطب مونة المتحدث بيقول عن نفسه I انا اقول علي ايه يعني I دي تقود على علي انا اقول عليه والطبيعي يسيبك من ده كله والحسبة دي كلها بالعرب يا سيدي علي المونة ايه بالكلام المباشر انا ممكن اسلفك موبايلي لو انت سلفتيني كاميرتك انت حديد قولي ايه ده علي المونة مصر ان هو ممكن يسلفها موبايله لو هي سلفته كاميرتها بس ترجم ده حضرتك ان هي كود ليند هير هز موبايل افشي ليند هم هير كاميرا والكلام ده حيتغير بتغير المتحدثين افترض ان انا شلت علي ومونة وخلتها اميرة ستو محمود اميرة قالت الكلام ده المحمود هتوبع ايه هتتعكس الدنيا اميرة تول محمود ذات ده بالنسبة لتغيير الضمايرة حضرات اللي المفروض هو بالعقل يعني وبالسنس بس اهم حاجة تكون حافظ جدول الضمايرة نيجي لتغيير الازمنة حضرات تغيير الازمنة بسيط بيقول لك حول من مضارع لماضي من نفس الردبة يعني حكتبها لك بالعربي لو الزمن مضارع بسيط زي جو مثلا في المباشر قال لك تحوله لماضي بسيط في الغير مباشر طب لو الزمن مضارع مستمر في المباشر is going مثلا تحوله في الغير مباشر لماضي مستمر يبقى was going طب لو الزمن مضارع time has gone مثلا يتحول لماضي time had gone يبقى بكل بساطة المضارع يتحول لماضي من نفس الردبة بسيط بسيط مستمر مستمر تم تم بسيطة جدا طب ولو ماضي يعني لو الزمن ماضي بسيط في المباشر وانت مثلا اللغة بتقولك هو غالبا بنحوله الماضي تام تبقى had gun يبقى الماضي البسيط غالبا بيتحوله ماضي تام بس اللغة برضو بتقولك على فاكرة ممكن يثبت ماضي بسيط سيبه زي ما هو عادي طيب لو في الامتحان جاب لك الاتنين في الاختيارات والجملة في الاصل كانت ماضي بسيط يبقى ده معناه ان الرجل ده من المدرسة اللي مش كويسة اللي هو بيقول ان الماضي بسيط حاول ماضي تام ليه لانه لو من المدرسة التانية اللي بتقول ان الماضي البسيط ممكن وممكن مش هيجيب الاتنين في الاختيارات ما هو هيكون عارف ان اللي اتنين صح يبقى الرجل ده نموذج اجابته اللي حيصحح على اساسه حيكون ايه? عايز ماضي تام. فخلص لو حصل هذا الخطأ انت تختار الماضي التام. لان انا بقول لو حصل هو المفروض ما يحصلش. لان اللي اتنين صح. عشان ما نخسرش ضرية بسبب واضع امتحان حط سؤال غلط. تمام? طيب لو ماضي مستمر المباشر في ماضي مستمر. what's going مسلا? يثبت او يتحول لماضي تام مستمر. اللي وهات بين فير باين جي. بالنسبة للافعال الناقصة. will تتحول لود. طبعا الفعل اللي وراها مصدر خلاص ما يتحولش. يعني will go تبقى would go. في طلبة غريبة جدا. تقوله will go يحاولها لك. يحاول لك will would. ويحاول لك go went. ازاي يعني? ما ازاي would went يعني? هي would وراها فعل مصدر طبيعي ما ينفعش وراها غير كده. فانت تحول الفعل الناقص او الفعل المساعد ما تحول ليش الفعل اللي وراها. يبقى will would. shall would. مش should. shall would مش should. عشان هيحصل لخبطة في الامر. هاول لك دلوقت. can could. may may might. طيب. ليش هل would. مش should. هقول لحضرتك. افترض ان انا يوم السبت. قلت لحضرتك. I shall. طبعا shall بتستخدم مع I و we فقط. I shall visit. عادل tomorrow. انا هزور عادل بكرة. مش? الكلام ده كان يوم السبت. يبقى نقصد يوم الحد بتومورو ده مش كده? يوم الحد ده للسبت ده مستقبل. ضيب. عدل حد والاتنين والتلات والاربع ويجي يوم الخميس. بتقول لي هو اه زر عادل ولا ما زروش. بتقول له الله اعلم بس هو قال لنا. ها? خلي بالك الكلام الفئة اللي تقالي يوم السبت. الكلام الغير مباشر بيتغير يوم الخميس. فيقول هي سد ذات. الضمير ايه هيبقى هي طبعا. الشل مش هتبقى شد. عشان لو اصبحت شد هيبقى المعنى مختل. هتبقى يجب. هو قال لنا ان هو يجب. لا الراجل ما قالش ان هو يجب ولا حاجة. قال ان هو كان هيزور. يبقى وود عشان منضيعش المعنى. وود فيزت. عادل من فاش اقول تومورو طبعا. هتبقى ايه? زي نيكس داي. اليوم التالي. امتى شلت تحول لشد? حالة واحدة بس. تحول شل الى شد في الاقتراح فقط. لو كانت شغالة شغلة الاقتراح. ازاي يعني? يعني بقول لك شلوي فيزت عادل. هلا زرنا عادل. ده اسلوب اقتراح ده. انا بقترح عليك كده? شلوي من اساليب الاقتراح. يبقى تقول مستر ايمن سجستد ذات. ويشود فيزت. كده اسمح لك. ويشود فيزت عادل. كده اسمح لك ان انت تحولها لشد. خلاص موضوع شد يا حضرات? مهم جدا. موضوع شل. شل تحول الى وود في الجملة الخبرية العادية. تحولش لشد. هيوب غلط. حالة واحدة بس تتحول فيها لشد. ازا كانت اقتراح زي ما انت شايف جداما. طيب. نرجع تاني اللي بنشرح فيه الكلام ده. انت قولت ان ويل تبقى وود. وشل تبقى وود. وكان تبقى كود. ومي تبقى ميت. ده بو مست. مست تبقى ايه? مست حضرات لها تلات حلات. مست ممكن تثبت مست زي ما هي. وممكن تتحول اللي هاته. وممكن تتحول لمست. هاب تصريف تالت. امتى? وامتى? وامتى? لما قلت مست تثبت مست? للقوانين العامة والاشياء الصالحة لكل زمان. اللي ما بتنتهيش. احنا بنحول الزمن ليه حضرات لماضي? علشان ممكن واحد يقوم السابت يقول لي انا عيان. وبعد اسبوع بقول لك هو قال لي ان هو كان عيان لانه خف. واحد كان حيسافر سافر. فالحاجة انتهت. في حاجات ما بتنتهيش حضرات. زي مثلا we must obey our parents. احنا لازم نطيع والدينا. ما ينفعش حضرتك تقول لي والله one someone told me that we had to obey our parents. مرة في حد قال لي ان احنا كان لازم نطيع والدينا. اقول لك كان لازم. ودلوقتي حضرتك ما هو برضو لازم نطيع والدينا. يبقى دي شيء ثابت ما بيتغيرش قوعة تعمله ماضي. ده عرف قانون تقاليد حاجة ثابتة. طيب مصد هاتو انتو بتنسوا للاسف الحتة دي شائعة حتى في الشطار. بتنسوا ان مصد ليها استخدامين في اللغة الانجليزية. يجب. واكيد. مصد دي شغالة شغل شغلت الالزام وشغلت الاستنتاج. بتنسوها موضوع الاستنتاج ده. اكيد. مستحيل. ربما. جايز. اكيد اتحكى معاك فيها. مصد اللي معناها يجب بتاعة الالزام ماضيها هاتو. لما اقول مثلا. زي. مصد. stay. at home. today. هما لازم يعودوا في البيت النهارد. الزام. هما يجب يعودوا في البيت النهارد. فدي تقول لي ايه? he told me that they had to stay at home that day. they had to. طب ومصد اللي معناها اكيد. بقول لك هو احمد قاعد في بيتهم دلوقتي. بقول لك مش عارف بس اكيد قاعد يعني هيروح فين الساعة دي. he must be at home. هو اكيد في البيت. i'm sure. i'm sure of that. يعني انا متأكد من ده. خلاص دي مصد مش معناها يجب. دي معناها اكيد. بس تنتج بيها. فلما اجي حاولها اقول he told me that. he must have been at home. he was sure. ده بالنسبة لمصد وتغيير الزمن بتاع مصد. طيب. تغيير الازمنة لازم يواكبه. تغيير كلمات. ظروف زمان طبيعي. يعني مثلا حضرتك. لو انا يوم السبت. قلت لك I will travel tomorrow. انا هسافر بكر. يبقى انا كده اقصد يوم الاحد. اقصد ان انا هسافر الاحد. طالما انا بتكلم السبت واشرت بكلم التمور ويبقى انا بقشير للاحد. عد السبت والحد والاثنين والثلاثة. يبقى انا سافرت خلاص. ما هو عدى لحد. ويجي يوم الخميس. وزميلك بيقولك احنا لنا فترة مش شايفين الميستر كده ليه. تقوله مش فاك رياض ان هي سيد ذات. هو قال ان هو. هي ولا اتفاقنا هتحاول وود. وود ترافل. ما ينفعش اقول تموره. لقدة اسبابه. ما ينفعش. بالمنطقة. الكلام اديال مباشر يوم السبت. بيتغير غير مباشر بعدها بكم يوم? يوم الخميس. تموره ايه اللي اتا عايز تقولها? تموره يعني الجمعة? بكرة الجمعة? لا طبعا. زاد انت ازاي بتقول وود مع تموره. ما انت حولت الزمن اللي ماضي اعتبر. فتموره اصبحت غير صالحة بكل المقيس. وهوصل رسالة غلط. اقوله زا نيكست داي. زا نيكست داي. او زا فولونج داي. او زا داي افتر. اليوم اللي بعد كلامه معي. خلاص. يبقى الحد? اللي هو اليوم اللي بعد كلامه اللي هو يوم السبت. يبقى الحد اللي بعده. طب اه بكلمك الحد. الحد يبقى اليوم اللي بعده الاتنين. وانت خلصت نفسك. قلت اليوم اللي بعده وخلاص. ايا كان اليوم اللي كان بيكلمني فيه اليوم اللي بعده. كان هيسافر اليوم اللي وراه. فخلصت الليلة. طيب. مثال اخر. عشان نفهم ليه الحاجات دي بتتغير. لما قولك يوم السبت ابعد من وش يا ابن السعادي I am working now. انا شغال الان. عدى السبت والحد والاتنين والتلات والاربع وجيه يوم الخميس الجامعة السبت ايا كان. بعدها بكزا يوم. وزميلك بيسألك وانت لسه مش فهم الجامع الرول دي. طيب ده بانا اعمل ايه ما انا روحت للمسل اليوم السبت وقال لي. he said that. he was. طبعا اتفقنا المضارع المستمر يبقى ماضي مستمر متفقين على الحتة دي. he was working. مينفعش اقول now. now ايه? كان شغال الان. طب ازاي منين يعني? بالمنطق? بالعقل? ازاي كان شغال والان? كده نعمل الان منك. ازاي يعني? حضرتك لازم تتغير لحاجة اكيد. عشان تناسب الوضع الجديد. كان شغال ايه رايك في كلمة ساعتها? ان هو قالك ان هو كان شغال ساعتها? ان هو كان شغال وقتها? اه? ايه رايك في كلمة زن ساعتها? اه? now تتحول لزن حضرتك. عشان تزبط الدنيا مع بعض. تتحول لات ذات مومنت حضرتك. عشان تزبط الدنيا مع بعض. بي. تعال انبص على الياد والده عشان مهم عشان حضرتك لو مش حافزه هتحفزه. now تتحول لزن. او ضيف معها ات ذات مومنت في تلك اللحظة. today تبقى ذات day وتونايت تبقى ذات night. here هنا تبقى ذير هناك. يجال لك حتى ظروف المكان. لانه ممكن يكون المباشر يتجال في مكان. الغير مباشر بيتجال في مكان تاني عادي يعني. ايه المشكلة? this تبقى ذات. وجمع this اللي هي this يبقى zoos جمع ذات. سواء مع الفاظ زمنية. يعني مثلا this week تبقى that week. these days تبقى zoos days. tomorrow تبقى the following day او the next day او the day after. next كزا زي next week. the following week. the next week. the week after. وnext year نفس الكلام طبق عليها نفس المبدأ. yesterday تبقى the previous day اليوم السابق او the day before. last كزا زي last week. the previous week او the week before. فترة وراها كلمة ago. يبقى الفترة نفسها وراها كلمة previously او كلمة before. يعني two days ago تبقى two days previously. او two days before. a year ago تبقى a year previously او a year before. tonight تبقى that night. طيب. بصوا لهم تاني كده بسرعة. طيب. كلمة دي مهمة. طبعا. مهمة حضرتك جدا. من غيرها انت مش هتعرف زمن الجملة اساسا كان ايه? في خدع كتير في زمن الجملة. يعني مثلا العبارة الاولى بتقول ايه? she said that she space the house then. is cleaning? was cleaning? had cleaned? cleaned? which one is correct? she said that she space the house زن. is cleaning? was cleaning? had cleaned? cleaned? ايه رأيك? للأسف يا حضرات? صح? بي صح? بربو عليكم. ليه? نقول لبقى ليه? اللي ما شاركش? واللي لسه خايف? واللي الان? نقول له مش احنا اتفقنا ان كلمة زن اصلها في المباشر كان ناو. عشان هبقى ناو تحول الى زن. يبقى زن عرفتني ان الجملة في الاصل كان فيها كلمة ناو. بقى كلمة ناو غالبا مع زمن ايه? المضارع المستمر. يبقى عرفنا زمن الجملة الاصلي. المباشر. كان مضارع مستمر. طب ده بيتحول لايه حضرتك? بيتحول لما ديه مستمر. بس خلاص يبقى زن هي اللي عرفتنا كده. مثال اخر لزيادة الفهم. she said that she space the house the following day. اليوم التالي. انا غيرت بس كلمة زن هي بيه طبعا مش اي حاجة تالي. لسبب كلمة كانت في الاصل تمورو. كانت في الاصل بكرة. تمورو. اليوم التالي يعني بكرة. فالجملة كانت مستقبل. فانا عارف ان فيه ناس وسطكم قعدة محتارة بتدور على وود. مش مستقبل يا مصر يعني كان فيه ويل. المفروض تبقى وود. وبينسى حاجة مهمة جدا. ان المستقبل سبع ازمنة. مش زمن واحد. ما انت عارف ان اللي عبر على المستقبل سبع ازمنة مش واحد. ايه المشكلة? ان كان زمنها مضارع مستمر برضو. للترتيبات المستقبلية. والمضارع المستمر يتحول لماضي مستمر. الوحيد اللي ينفع في دول. الماضي المستمر عشان اصلها كان مضارع مستمر. لان المضارع المستمر يعبر عن المستقبل. جملة كمان. life space hard those days. becomes. became. has become. is becoming. مثلا. ارائك. life. becomes. becomes. became. has become. طبعاً became مش has become. زوس. زوس days. نرجع للجدول بتاعنا تاني اللي فوق ده ونشوف ليه زوس دلت على ماضي. انت مش بتحول الزمن من مضارع لماضي. وادات الاشارة بتاعته او الظرف الزمن بتاعه برضو للماضي بتاعه. يبقى حضرتك زيس او زيس وانا بتحاول لزوس. زيس بتحاول لزوس. المباشر ينفع فيه مضارع. الغير مباشر لا. الا في حالات معينة لسه ما قلنهاش. الغير مباشر ماضي. وبزوس بتستخدم مع ماضي. فطبيعي ان في الجملة دي استخدم ماضي عشان زوس معناها ايام بعيدة ولت ومضت. معناها كده. طيب. تخلي بالك ان في حالات لا يتحول فيها الزمن. وبالتالي لا تتحول فيها الظروف الزمنية اللي مشي معها. حالات لا يجوز فيها تغيير الزمن. واحد اذا كانت العبارة تعبر عن حقيقة ثابتة. ما بتتغيرش زي ايه مثلا. زي ايجيبت لايز ان افريقا. مصر تقع في افريقيا. تبع حضرتك زريف ودمك خفيف لو قلت. once someone told me that ايجيبت لايز ان افريقا. يا راجل. ايجيبت لايز مصر كانت تقع في افريقا ده مهي مصر ما زالت في افريقيا. يبقى. once someone told me that ايجيبت لايز ان افريقا. مش لايز ان افريقا. لايز ان افريقا. زي ما هي. the earth goes round the sun. الارض تدور حول الشمس. ان شاء الله يا رب لو من الف سنة حد قالك المعلومة دي. ما هي ما زالت بتدور حول الشمس. يبقى the earth goes round the sun. حقائق. بس احذر في موضوع الحقائق. احنا هنا بنتكلم عن permanent facts. الحقائق الدائمة دوام تم. ما ينفعش فيها تغيير. في نوع تاني من الحقائق اللي هو بيثبت فترة طويلة من الزمن ولكن قابل للتغيير. فلما يجي حد مثلا يقولي my name is john. اسمي جون. وحضرتك تسألني هو كان بيقولك ايه? قولك he told me that his name was john. فبصة الحواجب رفعت والانين برقعت والاستغراب اشتغل والاندهاش. اسه دا الموقف. في ايه يا ابني? مستر. اسمي جون ازاي? دي حقيقة اسمه جون. حضرتك تقول اسمي جون. اقول حضرتك هذه حقيقة قابلة للتغيير. فبالتالي يجوز ان انت تسيبها مضارع ويجوز ان انت تتحولها ماضي. من العبارات اللي كانت بتثير جدل الكبير بين المدارسين والطلب الشاطرين كانت عبارة في المنهج كانت بتقول he told me that his favorite juice was orange juice. فالطلب الشاطرين استغربوا جدا. ايه دا? ازاي قال لي ان عصيره المفضل كان عصير البرتوان مش دي حقيقة. هو في حد بيغير العصير المفضل لديه. اللي بيحب البرتوان بيفضل طول عمره بيحب البرتوان واللي بيحب التفاح بيفضل طول عمره بيحب التفاح. ليه فاندمهي? دي حقيقة شخصية قابلة للتغيير عادي. ممكن يحصل موقف في يوم الايام يغير. اه يمكن يجرب فاكهة جيدة استوائية ما كانتش بتنزل مصر نزلت فحبها فاصبحت عصيره المفضل. وارد. فقال لك عادي ان انت تتكلم بالماضي عن الحقائق اللي من النوع ده. ان اسمه كان جون. ان هو كان ساكن في الحياة البرتوان ان هو كان شغال كزا. انه دي كلها حقائق قابلة للتغيير فممكن تحول زمن فيها لماضي وممكن تسيبه مضارع. عادي. نمر اتنين حضرات من الحالات التي لا يجوز فيها تغيير الزمن. اذا كان الفعل التقديمي. الفعل اللي بنقدم به قاله واكده واجابه ورده مضارع او مستقبل. دول ما الفعل التقديمي ماضي يبقى لازم تحول. he said he answered. ماضي يبقى لازم تحول. طب لو قال لك he said. هو يقول مش he said. he says. we are in a hurry. يعني احنا مستعجلين. نحن في عجلتين من امرنا. فحضرتك تقول he said z. z. تغير دمائر a. r ما تغيرش ازمنة بعد ازنك. انا هاري. ازا كان الفعل التقديمي مضارع ما نغيرش الازمنة جوه. ايه بقى الصعب. المعلومة سهلة. وتفهى. الفعل التقديمي مضارع او مستقبل ايه بقى ما تغير ليش الزمن جوه بعد ازنك سيبه زي ما هو. ايه لو بقول لك عارف البيت سلوى? لما تروح تطلب مساعدتها هتقول لك انها مشغولة. اه عادي. هتقول لك. الاساس كلامنا متوقع ان هي هتقوله. لو فعل التقديمي مستقبل زي كده او مضارع بسيط او مضارع تام ما تغيريش الازمنة. غير دمائر بس ازمنة لأ. تمام? الحالة التالت. ازا كان الفعل التقديمي ماضي ولكن توا. ايه يا غندم ماضي بس توا يعني. توا متقل لسه طازة. ايه الفرق بين واحد قال لك من خمس ايام انا عيان. واحد قال لك من تلات دقايق انا عيان. ايه الفرق? ان غالبا اللي قال لك من خمس ايام انا عيان. اه ممكن يكون خف. ممكن. وارد جدا كمان. اما اللي من تلات دقايق ده يعني اه معقولة يا خف في التلات دقايق دي استحالة يعني. فده اسمه ماضي تو او ماضي ده. طب وانا اعرفه من ين. مش هو ده السؤال اللي انت كنت عايز تسأله. نقول له ما انت عارف اجابة السؤال ده. ما انا لازم اوضح لك في الامتحان. هيقترن يقترن الفعل التقديمي. كلمات تدل على هذا. زي ايه? he said a moment ago يعني قال منذ لحظة. he said a moment ago. هو قال منذ لحظة. we are in a hurry. احنا مستعجلين. منذ لحظة. يعني دقيقة مثلا او دقيقة ونصف. يبقى العجلة دي لسه موجودة. الاستعجال لسه موجود. غالبا يعني. فقوله he said a moment ago z z r in a hurry. ولكن لو غيرتها الماضي صح مش غلط. نمرة تلاتة بتاعة الفعل التقديمي ماضي تو ينفع وينفع. ينفع تسيبها مضارع. وينفع تحولها ماضي. الاتنين متاحين بالنسبة لك. انا شخصيا بحب اسيبها زي ما هي. لان ده منطقي اكتر بالنسبة لانا بصراحة. واحد لسه حالا ايه اللي انا اعين. يعني ما هو ما زال السعيان يعني. ما زال السعيان فطبيعي الزمن مازال صالح للاستخدام. تمام حضرات? طيب. حتة مهمة جدا. احنا لسه مازلنا بنشرح في الابارة الخبرية. لما مثلا. الابارة دي. اللي قاله اسلام انا حسعدك فوج بك. ايه افضل تحويل لهذه العبارة. التحويل العادي بتاع اسلام told me that he would help me with my homework. صحيح مليون المية ما فيوش غلط. التحويل العادي. اسلام told me that he would help me with my homework. في تحويل اجمل. مين عرفه? اسلام ستة مية. I will help you with your homework. افضل فعل تقديمي. بوصح يقول لحضرتك حاجة. احنا التحويل العادي صح مش غلق. لو اسلام told me that he would help me. بس الافضل ايه? الافضل اسلام offered. عرضة. والافضل ايه? بعده offer ايه? offer من الافعال بتاخدته مصدر. ايه رأيك في التحويل دي? انا هحولها وانت واللي رأيك في الموضوع. اسلام offered to help me. صح ولا غلق? ازا كان خلي بالك معي. الفعل التقديمي بتاعك من الافعال اللي بتاخدته مصدر يجبه الافضل تعمله بهذا الشكل. مين اللي يشترك معه offer في كده? promise. بدل حضرتك ما تقول my father promised that he would buy me a present. حضرتك تقول my father promised to buy me a present. promise to buy. وعده بان يشتري. مين تاني يشترك معهم? threaten. يهدد من من اشهر الافعال اللي بنجدم بها وتاخدته مصدر على طول. الغي الفاعل والغي الفاعل المساعد. تو مصدر على طول. طيب. عبارة تاني. عمار said. I didn't hit the boy. عمار قال انا ما خبطش الوات. هنا لو قلنا عمار said that. he hadn't hit the boy. صحة مش غلب. ولكن في حاجة افضل. ده انكار. يا عمار اتخبطت الوات بالعربية. لا ما خبطش. بينكر عمار. ده انكار. فالافضل اقولي عمار denied. انكارا. ودناي من الافعال اللي ينفع تجيبه وراها فيربا ينجي مش تو مصدر. يبقى عمار denied hitting. زبوي. عمار انكارا صدم الوات او خبط الوات. انكر خبط الوات. واللي يشترك مع deny في كده admit يعترف. يقترح. دي الافعال اللي هي ايه ممكن تجدم بيها وتاخد وراها verb ing. تمام حضرات? مين شاطر يحولي كلام المتحدث بي لغير مباشر? ايه مزهلة. amazing. يعني حنقول. he said that. ها? انها? it was amazing. ايوة كده. it was amazing. thank you a lot. بصوا حضرات هتبقى كده. he said that it was amazing. جات منين? ما هو المفروض يقول ايه? بقول له ايه راك في الشقة او بفقالي it is it اللي هي الشقة it is amazing. بس احنا بنكتفي بالكلمة دي بس. فهي اصلها it is كزا. فانا هحاول الجملة كاملة او اللي هي said that it was amazing. تمام? طيب. انا هغاير تغيير بسيط ونشوف زكاء الناس. هغير نفس الكلام. بس بدل فلات هخليها برايد. العروسة. فبيقول لك what did he say when he saw the bride? وقال ايه لما شاف العروسة? he said amazing. هتحولها ازاي? انت في الاول بيقول اللي الشقة يبقى هو كان المفروض قال ايه it is amazing. هنا العروسة يبقى she is amazing. يبقى he said that she was amazing. قال ان هي مزهلة. برافو عليكم. طيب احنا كده خلصنا حضرات الجملة الخبرية. ازاي تتحول لغير مباشر?